بحضور عدد من المختصين والمهندسين من عدة وزارات عقدت نقابة المهندسين العراقية الندوة التعريفية الأولى لمشروع المدونات والمواصفات الفنية العراقية حيث كان المحور الأبرز لهذه الندوة لضمان الإجراءات الخاصة بالسلامة من خلال الكودات الندوة اليوم في نقابة المهندسين متعلقة بالتعريف بنظام المدونات الذي يضع الإطار الهندسي والقانوني لتسلسل الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الذي نبغيه من هذا الاجتماع اليوم البداية والإعلان أننا سنبدأ بتعريف الناس بالمدونات لأجل أن نحولها إلى نظام ربما نعطي لأنفسنا ستة أشهر إلى عام لأجل أن نضمن انتشار هذه المعرفة والثقافة بين مختلف الجهات ذات العلاقة سواء المستفيدين والمنفذين محليين أو دوليين وأكد الحاضرون أن هذا المشروع قد طال انتظاره كثيرا كون العراق لا يوجد فيه مثل هذه المشاريع التي تختص بإجراءات وكودات البناء التي تحتوي على أجراءة الأمن والسلامة هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات طويلة حيث العراق لم يكن لديه مواصفات أو كودات خاصة بالبناء اليوم نقابة المنسية العراقية ومنذ انطلاق المشروع في عام 2009 شاركت من خلال مهندسيها ومكاتبها في إعداد عدد من هذه المدونات ومواصفات البناء وتتقيق هذه المواصفات اليوم بعد هذه السنوات الطويلة من الإعداد والتتقيق نشهد طباعة 28 مدونة من مجموع 44 مدونة ومواصفة وبانتظار استكمال طباعة باقي المدونات وشهدت الندوة أيضا طرح العديد من البحوث التي تختص بآلية التطبيق لهذا المشروع ودور النقابة في توعية المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها لقل عن تسامراء الفضائية عالي الحسني بغداد